موسيقى موسيقى مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام بأمسية جديدة من برنامج حديث المساء ليأتيكم يوميا أن طوف بأنحاء إمارة الشارقة ومدن المنطقة الشرقية لنقل لكم كل المجريات والأحداث فأهلا وسهلا بكم معانا لهذا اليوم وإليكم أهم العناوين موسيقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسم يفتتح مستشفى أستر في الشارقة موسيقى الشيخ سالم العبد الرحمن القاسم يفتتح معرض التعليم الدولي بنسخته الثامنة عشر موسيقى انطلاقوا فعاليات النسخة الرابعة والعشرين من المعرض الوطني للتوظيف في إكسبو الشارقة موسيقى مشاهديا كرام يمكنكم متابعة الحلقة عن طريق منصة وتطبيق مرايا التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من خلال تحميل التطبيق مجانا على الهواتف الذكية عن طريق الرمز الظاهر أسفل الشاشة أو عبر الموقع الإلكتروني على منصات أجهزة التلفاز الذكية مشاهديا كرام نبدأ معكم هذا المساء بأهم أخبارنا لهذا اليوم في خبرنا الأول سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح مستشفى أستر في الشارقة تفاصيل هذا الخبر دشنا سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة صباح اليوم مستشفى أستر الواقع في منطقة بودانق بالشارقة والتابع لمجموعة أستر دي أم للرعاية الصحية وتجول سموه في أرجاء المستشفى مطلعا على ما يضمه من مختلف المرافق والأجهزة الطبية الحديثة واستمع سموه نائب حاكم الشارقة لشرح مفصل عن آلية عمل المستشفى وما يقدم خدمات مختلف العيادات الطبية ووحدات الرعاية وغرف العمليات والمختبر وأقسام الطوارئ وبعد قص شريط الافتتاح الرسمي تجول سموه في أرجاء المستشفى مطلعا على ما يضمه من مختلف المرافق والأجهزة الطبية الحديثة والغرف المهيئة بأفضل وسائل الراحة للمرضى واستمع سموه نائب حاكم الشارقة لشرح مفصل حول آلية عمل المستشفى وما يقدم خدمات في مختلف العيادات الطبية ووحدات الرعاية وغرف العمليات والمختبر وأقسام الطوارئ كما يضم المستشفى أجنحة متعددة وغرف خاصة وشبه خاصة يصل عدد أسرة أسراريتها إلى مئة سرير وغرفة عمليات متعددة بالإضافة إلى وحدة العناية المركزية وأسرة في العناية المشددة للأطفال والخدج وغيرها بقسم الولادة ويقدم المستشفى خدماته في العديد من الأقسام تشمل طب القلب وأمراض الجهاز الهضمي والجراحة العامة وجراحة المناظير وأمراض النساء والولادة وطب العظام وطب الأطفال وحديث الولادة وتتوفر بكافة العيادات والأقسام أفضل الأجهزة والمعدات الطبية لتوفر للمرضى الرعاية الصحية المتكاملة والملائمة كما يتميز مستشفى أستر الشارقة بتصميم يوفر للمرضى اتساع المساحات والترابط بين الأقسام والعيادات والمختبرات بما يساعد على التماثل السريع للشفاء إذن مشاهدين الكرام ننتقل معكم الآن إلى خبرنا التالي الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي يفتتح معرض التعليم الدولي بنسخته الثامنة عشر تفاصيل هذا الخبر تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم صباح اليوم الأربعاء فعاليات النسخة الثامنة عشر من معرض التعليم الدولي الفين واثنين وعشرين أحد أهم معارض الجامعات والتعليم العالي على مستوى الدولة والمنطقة الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص ويشارك فيه أكثر من مئة جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية محلية وعالمية تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم فعاليات النسخة 18 من معرض التعليم الدولي أحد أهم معارض الجامعات والتعليم العالي على مستوى الدولة والمنطقة والذي يقام في مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة شارقة للتعليم الخاص ويشارك فيه أكثر من مئة جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية وتجول رئيس مكتب سمو الحاكم في أروقة وأجنحة المعرض المتنوعة الذي تضمن العديد من المشاركات حيث استهل جولته بزيارة جناح كل من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ودولة قطر إذ استمع إلى شرح مفصل عما تضمه مشاركتهم من أقسام متنوعة كما توقف الرئيس مكتب سمو الحاكم لدى جناح وزارة التربية والتعليم بالدولة متعرفا على أهم البرامج التربوية والتعليمية التي تقدمها الوزارة للطلبة والمتابعات والبرامج الخاصة لها من امتحانات قياسية متنوعة وغيرها وتضمنت الجولة أيضا زيارة جناح كل من مجلس الشارقة للتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص كما شملت أيضا أجنحة ومشاركات كل من جامعة خليفة وجامعة زايد وجناح التعليم الهندي وكليات التقنية العليا بالإضافة للعديد من الجامعات والأكاديميات ويتضمن المعرض في نسخته لهذا العام عرضا لمئات من أحدث البرامج التعليمية والأكاديمية ومجموعة كبيرة من خيارات التعليم من الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والمدارس التجارية بالإضافة إلى المعاهد التقنية والفنية كما يضم أيضا معرض التعليم الدولي الذي يستمر حتى الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري مجموعة واسعة من الدورات المتخصصة بالدراسات الجامعية والدراسات العليا والمهنية وبرامج التوظيف المهني المبتكرة الافتتاح حضره إلى جانب الشيخ سالم العبد الرحمن القاسم كل من سالم لمهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة وعبدالله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسيف المدفع رئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والديبلوماسيين والمسؤولين الأكاديميين وننتقل معكم الآن مشاهدي الكرام أيضا إلى خبرنا التالي جائزة اتصالات لكتاب الطفل تستقبل 276 ترشيحا من 20 دولة تفاصيل هذا الخبر كشفت جائزة اتصالات لكتاب الطفل عن الكتب التي وصلت إلى القائمة القصيرة وتضم 16 إصدارا وثماني دول عربية وجنبية يتنافس مؤلفها للفوز بجوائز الدورة الرابعة عشر من الجائزة التي ينظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين برعاية شركة اتصالات وسيتوج الفائزون عن فئاتها في حفل افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022 استقبلت الجائزة في هذا العام 276 ترشيحا من 20 دولة من مختلف بلدان العالم بمشاركة 179 مؤلفا و 171 رساما و 79 ناشرا وحظي الدولة الإمارات العابية المتحدة بالنصيب الأكبر من هذه المشاركات فكان نصيبها 96 ترشيحا وتليها مصر بـ 58 ترشيحا ثم السعودية و لبنان بـ 23 ترشيحا لكل منهما وبعد ذلك جاءت الأردن بـ 19 ترشيحا و رصدت الجائزة مليون ومائتي ألف درهم للفائزين بهذه الدورة فخصصت منها 108 ألف درهم إماراتي لكل فئة و مشاهدينا كرام ننتقل معكم أيضا الآن إلى خبرنا التالي من إمارة شارقة جامعة شارقة تطلق المؤتمر الإماراتي الألماني لطب وأيضا الأسنان تطلق جامعة شارقة المؤتمر الإماراتي الألماني التاسع للطب وطب الأسنان الذي يتنظمه كليتي الطب والطب الأسنان في الـ 21 و 22 من نوفمبر الشهر القادم بمقر مجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية في الجامعة بالإضافة إلى بثه عن طريق منصة علمية خاصة بالمؤتمر وذلك بالتعاون مع جامعة لوبيك ومستشفى ريمبيك في جامعة هامبرغ بإلمانيا وهيئة الشارقة الصحية وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة ويأتي المؤتمر بالتزاون مع احتفالات الجامعة باليوبيل الفضي ويتميز هذا المؤتمر لهذا العام باستعراض أحدث القضايا وأهمها في المجالات الطبية والصحية هو أحدث الممارسات والتقنيات والأجهزة والأساليب العلاجية المتطورة في مجال الطب والطب الأسنان وسيقدم المؤتمر مجموعة متنوعة من المحاضرات والمنتديات النقاشية ورشاة العمل العلمية والعملية والنظرية ومشاهدين إلى خبرنا التالي إحصاء الشارقة تبدأ مرحلة الحصر الشامل غدا الخميس تفاصيل هذا الخبر أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة بدء عملية الحصر الشامل للمرحلة الأولى من مراحل مشروع تعداد الشارقة 2022 في العشرين من أكتوبر الجاري التي تستمر حتى العشرين من نوفمبر القادم ويباشر أكثر من ثلاثمائة باحث ميداني في مرحلة الحصر الشامل والتوجه إلى جميع المباني والمساكن والمنشآت وجمع البيانات المتعلقة بالمبنى والمسكن والمنشآة وبيانات السكان من الأفراد والأسر بالإضافة إلى بيانات العمال والموظفين وينطبق ذلك على جميع أنحاء إمارة الشارقة ودعت دائرة الإحصاء الجمهور إلى التعاون مع الباحثين الميدانيين وتقديم المعلومات والبيانات التي يطلبونها والتي تحظى بالسرية التامة بموجب القانون ولا تستخدم إلا لأغرض الإحصاء ومع ضمان الخصوصية لجميع المشاركين في عملية التعداد مشاهدينا الكرام هذه كانت أخبارنا لهذا اليوم من برنامج حديث المساء ننتقل معكم الآن لاستكمال الفقرات من هذا البرنامج مشاهدينا تعد أو وسط مشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وأهم الشركات الرائدة في دولة الإمارات انطلقت فعالية نسخ الرابعة والعشرين من المعرض الوطني للتوظيف في الشارقة التفاصيل في التقرير الآتي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة افتتح الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة فعاليات النسخة الرابعة والعشرين من المعرض الوطني للتوظيف أحد أهم معارض التوظيف على مستوى الدولة والمنصة المثالية لاكتشاف المواهب الوطنية الشابة والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة يشهد المعرض في دورته الرابعة والعشرين مشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تسعى لاستخطاب الشباب الإماراتي الطموح للعمل في دوائرها التي تستقبل طلبات الباحثين عن عمل والراغبين في الانخراط في قطاعات الأعمال المختلفة في الدولة من خلال توفير التسجيل الفوري في خدمة التوظيف الإلكتروني وإرشادهم نحو المسار الوظيفي الذي يناسب مؤهلاتهم العلمية والعملية يعد المعرض بيئة لمآت من الفرص الوظيفية في المجالات الهندسية والإدارية وتقنية المعلومات وخدمة العملاء وقطاعات المصارف والمالية والاستثمار وغيرها العديد من الوظائف النوعية في مختلف التخصصات يحظى المعرض الوطني للتوظيف باهتمام واسع من مواطنية الدولة والخريجية الجدد لدوره الرائد في إتاحة العديد من الفرص الوظيفية التي تطرحها المؤسسات وشركات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض إلى جانب الدورات التدريبية التي تسهم في إكسابهم مهارات التخطيط لخياراتهم الوظيفية من أجل تحقيق أهدافهم وطموحاتهم عود لكم مشاهدين من بعد هذا التقرير مستمر معكم في برنامج حديث المساء مشاهدين قدم ابناء الإمارات إنجازات في محافظ عديدة وكان لهم دور كبير في مجالات كثيرة منها الطب اليوم ضيفتنا قدمت إنجازاً كبيراً للمرأة الإماراتية وأصبحت أول طبيبة إماراتية في جراحة المخ والأعصار نرحب معكم بالدكتورة أمل أحمد المازمي حياتي دكتورة يا مرحبا أهلاً وسهلاً الله يحييك يا سعد مساك يا مرحبا سعيدين أمانة باستضافتك معنا اليوم وهذا الإنجاز المميز الذي قدمتي في مجال الطب كنت أول طبيبة إماراتية في مجال المخ وجرحة العصار تسلم الصراحة وأنا أسعد شكراً على الإستضافة الطيبة هذه وأنا الصراحة سعيدة بإستضافتكم هاي والشرف لي إستطال عمرك يعطيك العافية بداية دكتورة نتحدث في بداية دخولت إلى هذا المجال بداية دخولي في هذا المجال في الحقيقة أنا في بداية مشواري في هذا المجال وبداية دخولي في الحقيقة حالياً بداية أنا كنت طبيبة حالي حال أي طبيبة إماراتية درست في جامعة الإمارات الطب العام والجراحة العامة بدت تقريباً أول الخطوات مثل ما تقدر تقول في السنة الثالثة للطب كانت عندنا محاضرة في مجال جراحة المخ والعصاب لكنها كانت كبداية بداية بسيطة جداً تعتبر كانت من قبل الدكتور والجراح الإماراتي الدكتور خالد فارس هو طبيب حالياً في المستشفى العسكري وجهنا تحية أكيد 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 كل الشكر والتقدير الفضل طبعاً أنا مستحيل أقدر فيهم ليام أقدر أقول لك أول خطوة خطيتها في هذا المجال والفضل يعود له في البداية والنهاية كانت المحاضرة عادية جداً من بعدها حسيت أن أنا شديت لهذا التخصص وبعدها قررت أني أنا أسوي فترة تدريبية بسيطة في إجازتي الصيفية معه في المستشفى وبدينا شغل طبعاً أنا وهو مع بعض وبدأ يعلمني الأساسيات وبعدها اتفقنا في كل إجازة صيفية لحد ما أتخرج نتدرب أنا وهو مع بعض متى ما يسمح لنا الوقت وبالفعل من السنة الثالثة لين وصل معاي من ما كنت طبيبة في بداية خطواتي لين ما تخرجت وكان من أكثر 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 الناس اللي شجعني في هذا المجال اللي يعلمني اللي يرجع للفضل في كل شيء وأنا أقول لك أنا بدون هذا الدكتور أو بدون هذا الجراح أنا اليوم أبداً مش في المكان اللي أنا عليه ما شاء الله وبعدها تخرجت الحمد لله وخلصت الطب العام والجراحة العامة وبعدها طبعاً تبدأ الخطوة اللي هي أنك تبدأ تخصصك عدينا سنة الامتياز اللي هي السنة اللي بعدها تحصل فيها الرخصة الطبية وتبدأ جراحة المخوي الأعصاب كانت مش موجودة أو بالأصح أنت ما تقدر تتخصص كدراسة في الإمارات فأنت عندك المجال مفتوح أنك تبدأ كتخصص دراسي أكيد أكيد مش موجود في الإمارات لكن كأطباء أكيد كلهم موجودين كخدمة في المستشفى هي موجودة لكنها كدراسة أنك تدرسها وتتخصص فيها هي مش موجودة في الإمارات فأنا كنت عارفة هالفكرة في البداية الفضل طبعا يعود للدكتور خالد فارس وضح لي النقطة وهو خريج من كندا فبدأت أقدم اختبارات عساس أشوف شو فرصتي تكون برعي في الخارج وبدأت صراحة قدمت وبدأ المشوار ما شاء الله في البداية وين كان المشوار؟ خارج الدولة أكيد أكيد قلت لك يعني هو التخصص مش موجود في الإمارات أتوقع هذه السنة ممكن بدأ بدأوا أنهم يفتحون برنامج لهذا التخصص في مستشفى راشد في دبي بس لكن في بداية خطوات البرنامج وصراحة يعني نوجه لهم أكبر تحية أن في مبادرة على الأقل أنهم بدأوا اتخذوا الخطوة يعني قدمت أول سنة اللي هي كانت قبل سنتين في كندا في كل دولة طبعا تختلف شروط التقديم واختبارات التقديم ومقابلات التقديم قدمت وكانت عندي فكرة من قبل طباء الأعصاب أن ما راح يكون القبول من أول مرة أنت تحتاج تقدم مرة ومرتين وثلاث فلا تنحبط قدم وانتظر إذا ما قبلت بالسنة الأولى إن شاء الله بالسنة الثانية إذا مشت ثانية بالثالثة يعني هناك مجال للرفض أكيد ويقول لك أصلا أول محاولة مجال للرفض فيها جدا عالي قدمت وأنا توقعي أقل من الصفر أقل من الصفر حرفيا لكن الدكتور خالد فارس كان جدا 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 متفائل وكانت شوي صعوبة التخصص هذا كله 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 ريائيل ما في عنصر نسائي يعني نادر جدا وعشان تقبل عنصر نسائي شوي صعبة أنك تتقبل وما بين كل المقدمين يعني لهذا التخصص فيه واي طبعا نتحدث هنا عن عنصر نسائي إماراتي أكيد أكيد نعم قدمت وانتظرت كانت الصراحة الصدمة أني بالفعل انقبلت من أول محاولة ولما أول ما وصلني الخبر رجعت له قال أنا كنت متوقع أنا كنت متوقع أنك أنت راحت يعني فين قبلين من أول مرة لكن للأسف أنها كانت سنة الكورونا وما قدرت أكمل خطوات التسجيل كان جدا صعب أنك توصل كندا وتسافر لكندا في أمور الفيزة كان الإغلاق والحظة وغيرها صحيح وكطبيب مبتعث وحاولت وحاولت وكان عندي فترة بس زمنية بسيطة أني أوصل وأسوي المغابلة وأكمل يعني الخطوات اللي بعدها فوافق رئيس القسم هناك أن يسوي لي المغابلة أونلاين عديدتها قلت أوكي خلاصها كانت أصعب مرحلة وإن شاء الله بوصل يعني خلاص من مشكلة لكن صاروا أني ما قدرت أوصل ما قدرت يعني كانت فيه وائد أمور تعرق المسألة هذه بعدها أحبطي في هذه المرحلة كان فيه أحباط يعني أنا كانت فرصتي في القبول قدمت وأنا حاطة في مخي تحت الصفر تحت الصفر حرفيا وانقبلت يعني كنت أقول خلاص طاعت الفرصة يعني أنا أنسى هذا التخصص خلاص أسد الباب لكن حلمي كان حلمي من سنة ثالثة أنا كنت أشوف ما أشوف نفسي إلا في هذا التخصص يعني حتى لما كنت أنظر لنفسي أرجع وأقول أوكي يلا حاليا أنا خلاص ما قدرت أروح شو ممكن أسوي بعدها يعني أنغلق الباب خلاص ما قدرت أوصل في الفترة الزمنية المحدودة واعتذر لي رئيس القسم قال أنا بالفعل كنت حاب أن أقبلت وأخذت معانا لكن صارت الظروف وأنت ما قدرت توصلين وأنا مضطر أني أقبل حد غير اللي يقدر يوصل ويتواجد في كندا كان بالنسبة لي يعني كلمة مثل يقول كأن الأبواب غلقت كامل فكرت شو ممكن الحين خلاص هذا الحلم اللي من سنة ثالثة يعني تقريبا عديت فيه خمس سنين وأنا أحضر نفسي بس لهذا اليوم بس لهذا التخصص أني كيف أدخله وأبدأ فيه ما كان التحضير سهل ما كان القبول سهل ما كان الطب سهل ما كان أبدا سهل بعدها فكرت شو الخيارات الثانية اللي ممكن تكون موجودة كتخصص آخر حسيت لا بس جراحة المخوة الأعصاب طيب كندا رفضتني كندا بالأصحي يعني خلاص ما قدرت أكمل فيها ما قدرت أكمل هل إذا قدمت السنة يا يابي يوثقون فيني أني أنا هالسنة بوصل نفسي هل بقدر أبرر نفسي أنا المرة اللي ضافت بسبب الكورونا أنا ما قدرت فرصتي كم يعني فيها تعتبر يعني شبه مستحيلة يعطون فرصة لأي طبيب ثاني من كل أنحاء دول العالم يقدمون فيها كانت بالنسبة لي فرنسا كخيار موجود متوفر لكن فرنسا فيها مشكلة كبيرة فرنسا لا يتكلمون بالإنجليزي ولا لغة الخطاب ولا لغة الدراسة هي فيها بالإنجليزي فهل كنت أقول هل هي تسوى؟ تحدي أتعلم لغة كاملة لكن لا تنسى التخصص بنفسها دقيق وانت تحتاج على الأقل تكون متبكن من المحاذة يعني هذا أبسط شيء يمكنك أنك تفهم مش أنك حتى تتعلم شيء صعب ودقيق واكتشفت أن تضيف لك فرنسا سنة زيادة إضافية لعدد سنوات التخصص ما هي أصلاً عدد السنوات طويلة تعتبر سبع سنين سبع سنوات تخصص سبع سنوات تخصص يعني تضيف لك سنة تصير ثمان سنوات ثمان سنوات ولا تنسى السنة التي أنا قدمت فيها الكندا تسع سنوات وصارت المشكلة سوى التسع سنين يعني في غيري يقدر يوصل لها المكان بسبع سنين تقريباً ككل وأنا يعني تقريباً سويتها مسيرة تسع سنين فكنت أقول هل هي تسوى؟ يعني هل هي تسوى سنة لغة وبعدها أوصل ما هم زملاء يبدوا تخصصاتهم وممكن يتخرجون استشاريين وأنا بعدني حسيت أن أوكي دعنا نتوكل ونرى ما يمكن يستوي راح أنقبل لأن حتى فرصة القبول في كندا في فرنسا في هذا التخصص بعد يعني ضعيفة مش كبيرة وقدمت وقالوا لي يا دكتورة ممكن تغيرين بس التخصص يعني نحن ما عندنا إشكالية في التخصص في الخارج بس تغيرين لني قلت لا أنا أبغي التخصص هذا أنا ما راح أطلع إلا بهذا التخصص لكن يا دكتورة أنت تعرفين هذا التخصص دقيق وصعب ومست يعني وأنت بنت والمعروف في هذا التخصص أنا أبغي هذا التخصص أعطوني فرصة أنا يعني بحاول وإذا ما يعني ما توفقت خلاص بعدين أنا من نفسي خلاص يعني صحيح وعطوني فرصة وقدمت والحمد لله انقبلت وانقبلت في أكبر المستشفيات اللي تعتبر يعني في فرنسا حاليا يعني من المستشفيات المعروفة يعني عالميا صراحة كانت فرحتي كبيرة 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 ما أقدر أوصف لك ياها من بعد من بعد سنة من الإحباط كانت سنة جدا محبطة سنة توقف يعني كانت شبه يعني أنه مستقبل اللي أنا كنت أحلم فيه راح وأنا لازم أغير كل الخطة الحمد لله قدمت وبديت بديت في فرنسا الحمد لله بدت السنة اللي هي سنة اللغة سنة كاملة حاليا يعني أنا أبتعد عن المجال الطبي وأبدأ لغة لغة حرفيا تأسيس كنت أحس لا يعني شوي أقول يسوي وترد ترد تقول لا لو مهما كان أنا كلمتين مش قادرة أمشي حالي الحين كيف راح أمشي حالي جدام كيف راح أسوي جدام أنا أحتاج أفهم أشياء وائد بتفاصيل كيف راح أسوي كيف راح أسوي صراع الداخلي كان يعني كنت أقول ممكن أعديها اللغة والله حق يعني الأساتذ هناك في جامعة اللغة كانوا يعني يشجعوني بطريقة ما تتخيلها ودائما لما يعرفون القصة أن أنا ييت وأنا أول بنت في هذا التخصص وأننا يعني يشجعوني بطريقة ما تتخيلها يقولوا لي أنت وصلت خلصت الطب اللغة شو تعتبر جدام اللي أنت سويته تراها ولا شي الحمد لله عدت السنة وبدأنا التخصص وتقريبا مثلا ما تقول وصلت للهدف هو هذا كان بالنسبة لي الهدف كنت أقول أوصل وبعدها راح أبذل كل مجهودي المهم أني ما أطلع إلا وأنا استشارية مخوعة صار ما شاء الله طيب يعني شو سنب الأسرار على هذا التخصص تحديدا حقيقة أهم وأكبر وأقوى دافع يدفعني أني أحاول وأحاول وأحاول قلة الأطباء الإماراتيين في هذا التخصص يعني حتى العنصر الرجالي فيه جدا قليل جدا قليل العنصر النسائي تقريبا شبه معدوم شبه معدوم يعني تقدر تقول أو الموجودين يعني حاليا اللي يشتغلون في المستشفيات يعني جراحين المخ والأعصاب كلهم يعني غير مواطنين يعني كلهم أطباء يعني من الخارج فكنت أقول يعني ليش لأ يعني ليش مش نحنا يعني يعني طالما يعني زملاء الأطباء الرجال موجودين ليش نحن منساعدهم يعني ليش نحن ما نكون موجودين بعد بينهم ما هم المرضى يعني نساء ورجال فليش لأ يعني شو السبب شو المشكلة يعني ليش لأ فهذا كان أكبر دافع أن الدولة بالفعل تحتاجنا فعلا يعني نتحدث عن التحديات التي يمكن أن تواجه المرأة تحديدا في هذا المجال خاصة أنت كنت في غربة وفي سفر فأكيد هناك كانت تحديات واجهتها في السفر كنت كمرأة أماراتية سافرتي ودعستي واتحقتي في جامعات فتحدث عن هذه التحديات صح أنا مش أول ولا آخر مرأة تطع من بلادها وتطلع من دولة الإمارات وتطلع للدراسة خاصة في دولة مثل دولة الإمارات التي قدمت كافة أشكال الدعم سواء للرجل أو للمرأة بالضبط وأنا يعني زميلات في كافة المجالات مش بس الصحية في كافة المجالات كلهم واجهوا هالتحديات هاي تحديات مش بس أنا واجهتها هي صعبة ما أقول لك لا بس أنا التحديات عندي بدأت قبل لا أطلع أنا كنت أحضر مؤتمرات ما بين رجال يعني كلهم حرفيا يعني أقعد في قاعة كلها ريايل وأنا البنت الوحيدة بينهم يعني لو أذكر أنا ودكتور خالد فارس يعني كنت دائما كنت معاه كلهم ريايل يعني حتى الكل يلتفت لي يعني هي يعني شو تسوي هني يعني وأنا كنت طالبة حظة تحت ما كنت يعني استشارية أني مثلا أقدر أقول ترى أنا يعني الاستشارية الفلانية كنت أبغي أبني أساسياتي مهما كانت وكان دائما يشجعني دائما دائما يشجعني بعدها طلعنا طلعنا فرنسا فيها شوي مشاكل أنك أنت كبنت إماراتية تطلعين وانت محجبة موضوع الحجاب عندهم صعب جدا صعب جدا يعني فأنت تضطر أنك تحافظ على مبادئ تحافظ على قيم يعني كلها في وسط يعني مجتمع أو بالأصح يعني كامل غير متفهم مثل هذه الأمور يعني شوي كان الشيء صعب مقارنة باقي الدول في دول متفهمة لهذه الأمور يعني غير جدا مسألة الغربة وضغط التعليم وضغط أنك تفكر في المستقبل هل أنت راح توصل أصلا ولا ما راح توصل لأن حتى هذه السنة في البداية سنة اللغة يعني أنا ممكن أني أجتازها ممكن أني أكون متمكن ولا لا قلت الزميلات حولي أغلبهم رجال أغلبهم رجال يعني كيف راح أقضي أنا إنساني عشت ما بين زميلاتي في البلاد أطلع أدخل ما بين البنات لفجأة بعيد عن أهلي بعيد عن أي حد كانت صعبة أنا ما أقول لك سهلة وهي لين اليوم صعبة يعني أنا حاليا يا يا في إجازة إجازة مدتها أسبوع وراح أرجع يعني أنا تقريبا حياتي بكبرها هناك صحيح صعبة هي مش سهلة و أنا لين اليوم أقول لك هي لين اليوم صعبة لين اليوم اللي أنا راح أرجع فيه لفرنسا أنا أشوفها صعبة لين اليوم أنا أقول لك هي صعبة هي مش سهلة أبدا ولكن ما شاء الله هناك إصرار دكتور رفض الدكتور يقول أن هناك فرق ما بين دكتور مخوة الأعصاب وجراح المخوة الأعصاب فمن فرق ما بينهم؟ في الطب بشكل عام يوجد مجالين فيه الطب الباطني وفيه الجراحة طبيب المخوة الأعصاب الباطني يعتبر يعني يعالج حالات في المخوة الأعصاب التي لا تدخل جراحي يعني مثل أنت ممكن تتدخل في علاج المريض هذا بجلسات بأدوية بمتابعة بأشعة التابع المريض بشكل عام كحالته كأداء في الجهاز العصبي لكن جراحة المخوة الأعصاب اللي يفرق أنه أنت تعالج المريض بعملية جراحية وبعدها أصلاً نحن ما لنا أي غنى عن الطباء الباطنيين في المخوة الأعصاب لأنهم اللي يساعدوننا نحن في النهاية دائرة ما حد فينا يقدر يشتغل من عزل عن الآخر نحن الجانبين نكمل بعضنا البعض من بعد ما أنا أخلص الجانب الجراحي منها الفضل يعود للطبيب الباطني لأنه هو اللي راح يتابع المريض وهو اللي راح يتابع الأشعة معه لا سمح الله لا قدر الله فيه يحتاج المريض لأي مرحلة من المراحل بعد العملية لأي تدخل جراحي آخر لأي رأي جراحي آخر أنا أرجع له مرة ثانية جميل على الرغم من التخصص نادر خاصة في دولة الإمارات وبالنسبة للمرأة الإماراتية ولكن هو تخصص جداً دقيق ويحتاج إلى دراسة تفصيلية حول هذا التخصص والموضوع أنت واجهتي هذا المجال كنت في فرنسا على رغم من الضغوطات اللي مريتي فيها ولكن أصريت أن أنت تجتازين هذه المرحلة فكيف تداركين هذه المواقفة وهذه اللحظات كون أنه تخصص يعتبر من أصحب التخصصات شوف أنا بديت والفضل يعود الدكتور خالد أنا بديت وأنا عارفة أنك تكون على بيّنة من البداية أنت تكون عارف فاهم والتخصص مثل تخصص هذا أنت مش تحتاج تتكون نفسك أكاديمياً كمعلومات فقط أنت تحتاج تتكون نفسك كشخص أن أنت شخص عندك الطاقة أنك أنت ترجع تحاول مرة ثانية لكن تحاول بهدوء ما تحاول أنت يعني على أعصابك لأن أنك تشد على أعصابك هذا دائماً يأثر على نتيجتك دائماً يأثر على النتيجة اللي أنت راح تطلع فيها فهذا الشي ينبني في جراح المخوى الأعصاب من بداية خطواته أنت راح تيبها من أول مرة 100% أي شي بسيط ممكن أنك أنت تسوي في العملية أي شي بسيط أول خطوة أنت 100% ما راح تيبها صح صحيح بس تحتاج منك أن أنت تأخذ نفس وترد تحاول مرة غير تحتاج أن أنت لما تير مرة الثانية أنت تكون على الأقل الضربة الثانية تكون شوي أقوى طيب شو كان الضعف عندي في هذه المحاولة شو أنا ممكن أحسن شو أنا ممكن أشوف حولي شو ممكن كيف أقدر ممكن أنا أساعد نفسي في هذا يعني توصل لدرجة أنك أنت تقول طيب خلاص يعني خلاص يعني لأنه وبالذات في جراحة المخ والأعصاب اللي يعقد المسألة في أكثر من حل في أكثر من نظرية في أكثر من يعني طريقة أنك ممكن أنك أنت تسويها فيحتاج منك هدوء يحتاج منك أساس أكاديمي قوي جدا قوي جدا فوق ما تتخيل تحتاج أنك تجهز ما بعد يعني الدوام في المستشفى لطويل وعمليات الكل طويلة واللي يميز شوي جراحة المخ والأعصاب تعتبر جراحات المخ والأعصاب من أطول العمليات يعني العملية الوحدة تقريبا تستغرق ست ساعات هاي أبسط عملية ست ساعات يعني هاي أنا يعني تعتبر يعني أقل شيء تقريبا تتراوح العمليات عشر ساعات ونعشر ساعة وطبعا تعتمد على شو نوع العملية وشو فأنت تحتاج صبر تحتاج تبني أساس وهي كلها أشياء تتكون بشخصيتك أوردي يعني تتكون معاك وأنت تحاول تتكون لأنت ما راح تكون جراح واستشاري وأنت لك بعض الإخفاقات لك بعض مثل ما تقول يعني مثل ما تحاول حاولت مرة ما ضبطت أو شفت أنه صار شيء غلط التخصص جدا حساس يحتاج شخص كعقلية ككفاءة بشكل كامل مش بس يعني كقوة أكاديمية فقط نعم طيب دكتورة غير هذا التخصص من شخصيتك كثير 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 من أي ناحية كثير كثير فوق ما تتخيل أنا دائما أحب التخصص هذا بشدة لأن يالس يبنيني يالس يبنيني خطوة بخطوة يبنيني بكل التحديات بكل الأشياء اللي قاعد أحاول فيها من البداية من أنا سنة ثالثة يعني يخليك يعني تحاول يعني إذا اللي حولك يحاولون مرة أنت عارف نفسك أن أنت أنت اللي لازم تحاول المليون مرة إذا هو راح ي يعني يوصل لها لها النقطة أنت ممكن لازم تتعدى هذه النقطة لازم تبدل الأكثر لازم تسوي الأكثر ولازم تتعلم الصبر أنك أنت مرة ممكن ما تضبط ثاني مرة ويمكن هذه من الأشياء اللي خلتني أنا لما تسكرت البيبان في كندا فيه أوردي شيء كان متكون في داخلي برجع بحاول ليش لا جميل دكتورة نأخذ منك كلمة أخيرة توجهينها للمرأة و للمجتمع بشكل عام في الحقيقة أنا سعيدة اليوم و فخورة بنفسي لوين ما أنا وصلت و حابة أوجهك يعني كلمة لكل زميلاتي اللي يدرسون في تخصص الطب العام والجراحة العامة اللي لهم طموح وحتى العنصر الرجالي اللي لهم طموح أنهم يدرسون هذا التخصص مهما كانت صعوبته مهما كانت التحديات اللي يجد دامك أنك أنت ممكن تتواجهها أنهم يسوون اللي يقدرون عليهم يتوكلون على الله و ما في شيء مستحيل و مثل ما كل الناس وصلت و كل الشعوب قدرت توصل بكافة المجالات نحن بعد اليوم نقدر نحن ما جدامنا أي شيء أي شيء أننا نحن ما نقدر نوصل لأي شيء كان مهما كانت صعوبته الدولة ما تقصر القيادة الرشيدة دائما تدعمنا مهما كانت الصعوبات لو لا هم هم نحن اليوم مش على اللي نحن عليه فأنا أشجع جميع زملائي وأخواني الأطباء الإماراتيين سواء رجال أو نساء أن مهما كانت الصعوبات والتحديات كل حد يقدر يوصل الحلم أنا ما أتكلم فقط عن جراحة المخوى الأعصاب لأن كل حد لا طموح كل حد لا يعني مثل ما تقول نظرته في الحياة أو مثلا اهتماماته في الحياة بس اللي أبغي أقوله كأنا كطبيبة يعني وصلت للنقطة اللي أنا أبغيها بكافة الصعوبات أن نحن اليوم بالفعل شعب يقدر مثل ما قال الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه نحن شعب لا يعرف المستحيل بالفعل يعطيك العافية دكتورة الله يعافيك كل التوفيق لك الله يعافيك أمونا تنفخورين بوجودتك معنا اليوم فخورين بكونت مرأة إماراتية متلين دولة الإمارات في هذه التخصصات يعطيك العافية ومفغة إن شاء الله شكراً تسلم